بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنختم الحديث عن قصص القرآن ببيان مثال يمكن من خلال هذا المثال معرفة كيف نستنبط الفوائد من القصة في القرآن الكريم وذلك أن القصص في القرآن أيها الإخوة الكرام إنما جاءت لأجل العبرة والعظة وقد تبين لنا من خلال ما سبق أن قصص القرآن أصدقوا القصص وأنفعوا القصص وأحسنوا القصص وأن المراد منها العبرة والعظة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فينبغي التركيز عند الحديث عن قصص القرآن وعند تأمل قصص القرآن ينبغي التركيز على الفوائد والعظات والعبر التي تأخذ من هذه القصص في سبيل تحقيق أهداف القرآن ومقاصده الكبرى التي تعود إلى هداية الإنسان للتي هي أقوى وبيان كيف يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى في حياته التي لم يخلق فيها إلا لأجل هذا الأمر وهو تحقيق العبودية لله تعالى سنأخذ في هذه الدقائق مثالا تطبيقيا لقصة من قصص القرآن وكيف نستطيع أن نستنبط منها أشياء كثيرة قد لا تبدو للناظر أول وهلة إليها وإنما تتبين هذه الفوائد والاستنباطات من خلال التأمل والتدبر والنظر والتفكر الذي يستطيع من خلاله الناظر في كتاب الله إلى استنباط الكثير من قصص القرآن لعلي أختار لكم قصة من قصص القرآن مختصرة كمثال وهي ما ورد في سورة الذاريات في قول الله تعالى هذه الآيات ذكرت قصة مرحلة من مراحل قصة إبراهيم الطويلة وهي قصة تتعلق بضيف إبراهيم الذين أتوه وبشروه بالغلام العليم الذي هو إسحاق بعد أن كانت زوج إبراهيم لا تنجب وهي سارة فبشرها الله سبحانه وتعالى وزوجها في هذه الآيات بالبشارة بعد أن بلغوا من الكبر يعني مبلغا وصار شيخا وهي عجوز فذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في هذه الآيات سنستعرض هذه القصة من خلال فصل أوراده ابن القيم رحمه الله في كتاب الله عنوانه الرسالة التبوكية وهذا الكتاب من الكتب القيمة المختصرة المفيدة جدا حيث عقد فيه فصلا في التدبر والتفكر وذكر بعد كلام طويل له أن رأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف يعني معاني القرآن صارت جالسة على كرسي قلب الإنسان وقائمة مقام الخواطر وصار هو الأمير المطاع أمره فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح ثم ذكر رحمه الله فصلا فقال فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذكروه قلت والكلام لابن القيم قلت سأضرب لك أمثالا تحتذا عليها وتجعلها إماما لك أو تحتذي عليها يعني تسير عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد ثم ذكر الآيات التي قرأتها الآن ثم قال فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية الآيات هذه وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم وإنما إمرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك يعني أنك إذا أخذت فقط بالظاهر هذه القصة وظاهرها واضح ثم قال فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار وكيف قد تضمنت من الثناء على إبراهيم وكيف جمعت الضيافة وحقوقها وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة وكيف تضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات ثم فصل بعد هذا الإجمال فقال فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام وليس المراد بها حقيقة الاستفهام هل أتاك؟ لأن الاستفهام في الأصل للسؤال عما لا يعلم لكنه هنا ليس الغرض هو هذا وإنما المراد التنبيه ولهذا قال بعض الناس إنه في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطبة بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به فتارة يصدره بألاء وتارة يصدره بهل فقولوا هل علمت ما كان من كيت وكيت إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منبها على عظمتي ما يخبر به وإما مقررا له فقولوا تعالى هل أتاك حديث موسى هل أتاك نبأ الخصم هل أتاك حديث الغاشية وهنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفتها وما تضمنت إذن طريقة الاستفهام هنا يراج بها التنبيه وبيان أهمية ما يأتي بعد الاستفهام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم طبعا هو أتاك ولكنه جاء بهذه الصيغة لأجل التنبيه إذن اجتملت هذه الآيات على التنبيه على أهمية هذه القصة قال ففيه أمر آخر وهو التنبيه على أن اتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعه من جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتي العليا وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم فإن في المكرمين قولين طبعا إحداهما إكرام إبراهيم لهم ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف والثاني أنهم مكرمون عند الله كقولي بل عباد مكرمون وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له فعلى كل التقديرين فيه مدح لإبراهيم إذن المكرمين فيه ثناء على الخليل عليه السلام حيث أنه إما أكرم ضيفه وإما أن الله سبحانه وتعالى جعلهم مكرمين وكون ضيف إبراهيم من هؤلاء بيان لمنزلته عليه الصلاة والسلام ثم قال الله إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به وهذا من معاني يعني يؤخذ من دلائل اللغة اللطيفة التي لا يعرفها إلا من كان عنده علم باللغة ومعرفة بأساليب العرب فقالوا سلام لم يقل الله قال سلام مثلهم ولم يقل فقالوا سلام قال سلام وإنما جعل سلامهم منصوبا وجعل سلامه مرفوعة والفرق بينهما أن سلاما المنصوب نصب بفعل محذوف يعني نسلم سلاما مصدر لفعل محذوف فسلامهم بالجملة الفعلية وسلام بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي عليكم هو سلام عليكم أو أن التقدير عليكم سلام فيكون مبتدأ مؤخر وعلى كلا القولين فالجملة اسمية مرفوعة والقاعدة المعروفة أن الجملة الاسمية أقوى في الدلالة على المعنى من الجملة الفعلية لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار والقوة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلامة أو نسلم عليك سلامة وتحية ابراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد والحدوث فكانت تحية ابراهيم أكمل وأحسن ثم قال قوم منكرون إلى آخر كلامه نختار منه مختارات فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميل انظروا كيف تأملت هذه الآيات آداب الضيافة فراغ يعني أنه ذهب خفية لم يذهب وهم يرونه لأن الضيف إذا رأى صاحب البيت يذهب قد يمنعه لكنه ذهب خفية فراغ وبسرعة إلى أهله وأهله زوجه فدل ذلك على أن أهله يعني يعينونه على الضيافة وأنه قد هيأهم لهذا الأمر فجاء لاحظوا التعبير بالفاء التي تدل على السرعة فجاء بعجل سميل عجل وهو صغير البقر الذي يعني لحمه طيب ويحب فجاء بعجل وسميل وفي سورة هود حنيث فجمع بين السمن الذي هو وصف له وحسن الطبخ يعني والتقديم حيث كان طبخه بأحسن أنواع الطبخ الذي يجعل اللحم طيبا مشتهن وهو الحنيث ثم فقربه إليهم وهذا من أداب الضيافة لم يقل قوموا إليه وإنما قربه إليهم وجعله بين أيديهم قال ألا تأكلون على سبيل العرض لم يقل كلوا وإنما قال ألا تأكلون كل هذا بين كيف يعني أن إبراهيم كان في غاية الكرم وحسن تقديمه وهذه أداب الضيافة جمعت في آيتين مختصرتين إلى آخر ما أورده ابن القيم في كلامه الذي ذكرته لكم وإنما المراد هنا بيان مثال للاستنباط من القصص وكيف أنه يمكننا أن نأخذ من القصة أشياء عجيبة وفوائد عظيمة من خلال النظر والتأمل وطول الفكر ولو كان هناك وقت طويل أخذنا أمثلة أخرى لكن نريد هنا فقط أن نمثل بمثال وإلا فإن الناظر في قصص القرآن سيجد فيها من الفوائد والتنبيهات والاستنباطات والقواعد واللطائف ما لا يحصى وكلما كان المتدبر مهتما أكثر ومتفكرا أكثر يخرج بفوائد أكثر وهكذا سائر القرآن أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع قصص القرآن الكريم نستعرض ما أخذناه فيه باختصار قصص القرآن الكريم تكلمنا فيه عن تعريف قصص القرآن ثم أنواع القصص في القرآن وأنها ثلاثة وعلقنا على هذا ثم مميزات قصص القرآن أحسن القصص وأصدق القصص وأنفع القصص ثم تكلمنا عن أهم فوائد قصص القرآن وحكمة من تكرار القصص في القرآن وأخيرا تطبيق لاستنباط الفوائد من قصة في القرآن ذكرناه لكم من كتاب الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين